موسيقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين وأما الظاهر فليس من آجل أنه على الأشياء بركوب فوقها وقعود عليها وتسنم لضراها إلى آخر الحديث الشريف كان الكلام في سؤال أحد عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام حول أنكم تقولون بأن الله ليس كمثله شيء وكيف ليس كمثله شيء مع أن بعض أسماء الله سبحانه وتعالى تطلق على المخلوقات كالملك وكالرحيم وكالرؤوف وكالحكيم وما إلى ذلك فهذه الألفاظ اسم لله واسم لغير الله أيضا فهل هذا يستلزم التشبيه والتشريك فالإمام عليه الصلاة والسلام أجابه عن أن الشباه والشركة إنما تكون في الحقيقة والمعنى لا في اللافظ التشابه من حيث اللافظ هذا لا يوجب شبح شيء بشيء ولا يوجب شركة شيء لشيء وإنما الشباهة الواقعية وفي الوجود هذه الذي توجب الشباه الشركة الواقعية في الوجود هذه التي توجب الشرك والله سبحانه وتعالى منزه عن كل ذلك فالألفاظ قد تطلق على الله وعلى غير الله لكن هذا لا يوجب لا شبه ولا شرك وقد مر تفصيل ذلك والإمام عليه الصلاة والسلام بيّن مصاديق من أسماء الله وأسماء الناس حيث إن لفظة واحدة تطلق على الله وعلى الناس وبين اختلاف المعاني بحث هذا اليوم يتضمن تتم لكلام الإمام عليه الصلاة والسلام في بعض الصفات مثل الظاهر والباطن والقاهر وبذلك ينتهي الحديث فبحث هذا اليوم حول هذه الأسماء الثلاثة الظاهر والباطن في سورة الحديد في سورة الحديد هو الأول والآخر والظاهر والظاهر والباطن زين الإنسان أيضا قد يكون ظاهرا فما هو الفرق بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى الإمام يبين يقول إن للظهور معنيين أحد الظهور البروز أحد المعنيين البروز نقول هذا شيء ظاهر يعني بارز تقول هذا مطلب ظاهر يعني يلتفت إليه كل أحد هذا المعنى يراد في الناس عادة نقول هذا ظاهر يعني بارز هذا مطلب ظاهر يعني واضح يلتفت إليه كل أحد والله سبحانه وتعالى ليس له الظهور بهذا المعنى بحيث يمكن إحساسه بالحواس الخمسة أنت تعلم بوجود الله سبحانه وتعالى ظهور الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى أنه لا يخفى على أحد لأن الله سبحانه وتعالى ركب في كل إنسان عقلا وفطرة هل الفطرة هي مرتبة من مراتب العقل أو هي تغاير العقل هذا بحث آخر فكل إنسان بفطرته وبعقله يدرك أن له خالقا وأن هذا الخالق يتحلى بصفات الكمال وهو بريء من صفات النقص منزح عنها فإذن ظهور الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى لا بمعنى إدراك الله بالحواس فإن الله ليس بجسم حتى يمكن إدراكه ولذلك المجسمة هؤلاء يقولون إن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يرى لكن احتجب في الدنيا لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الآخرة للمؤمنين فقط والآية المتشابهة بدون أن يرجعوا إلى الآية المحكمة يفسرونها حسب أهوائهم وجوه اليومئذ الناظرح يعني عليها نظرة النعيم إلى ربها ناظرح يفسروها أنها ترى الله سبحانه وتعالى ووضعوا في ذلك أحاديث نسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقد قال هو حذر المسلمين من ذلك قد كثرت علي الكذابة أو الكذابة أو الكذابة يعني الجماعة الكاذبة الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يرى لأن رؤيتنا لله سبحانه وتعالى إذا كانت بالعين رؤيتنا بالعين إنما تكون عبر استدام النور بالجسم ورجوع هذا النور إلى أبصارنا هذه طريقتنا لرؤية الأشياء أما ما يقوله بعض الأشاعر أنه رؤية قلبية أو كل الأشاعر رؤية قلبية نراه بقلوبنا وهذه ليست رؤية بالمعنى الحقيقي هذه هي المعرفة تقول رأيته بقلبي يعني علمت به أو عرفته معرفة لا عن طريق الإحساس فهذه ليست رؤية بالمعنى الحقيقي على كل حال إذن الله سبحانه وتعالى ظاهر بمعنى أن كل إنسان بعقله وبفطرته يدرك وجود الله سبحانه وتعالى وهذه المعرفة لأن معرفة راقية إنما ركبها الله سبحانه وتعالى في الإنسان في عالم الذر روايات كثيرة متواترة حول عالم الذر أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في مراحل متعددة نحن بعض هذه المراحل ندركها هذا الإنسان يكون تراب أو يكون عناصر في المواد الغذائية المختلفة يتناولها الأبوان يتحول إلى نطفة هذه النطفة تتحول إلى جنين ثم هذا الجنين يولد في هذا العالم بعد ذلك يموت وفي القبر يبدأ التحلل المرة ثانية والرجوع إلى عناصر التراب هذه مراحل نحن ندركها لكن هناك مراحل أخرى من تلك المراحل عالم الذر طبعا هي مراحل كثيرة بس من تلك المراحل هناك الله سبحانه وتعالى ركب على كل إنسان معرفته ألست بربكم؟ قالوا بلى فلذلك الإنسان بفطرته وبعقله يعتقد بوجود الله سبحانه وتعالى حتى إذا أنكر يعني هؤلاء الملحدون ينكرون ولكن في المواقع الذي تنقطع علائقهم بالأسباب المادية في الأخطار العظيمة قلوبهم تتجه إلى الله سبحانه وتعالى وقد مر في بعض الأحاديث ذكر هذا الأمر كما قال سبحانه وتعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون في البحر هؤلاء كانوا مشركين يعني يعتقدون أن لله شركاء ولكن هو بعقله وبفطرته يعلم عجز هؤلاء الشركاء لكن قد يكون غفل عن ذلك في مواقع الخطر خاصة في البحار حينما تكون الأمواج هائلة والسفينة معرضة للغرق هنا الإنسان يتوجه إلى قوة غيبية لتنقذه من هذه الأهوال ظل بالنسبة للمشركين كذلك بالنسبة للكفار الملحدين الملحدون أيضا كذلك فالله سبحانه وتعالى في عالم الذا ركب في كل إنسان المعرفة معرفة هذا الإنسان بالله وبتوحيد الله سبحانه وتعالى أو في بعض الأحاديث نسوا الموقف لكن بقي الأثر نحن كثير من الأحيان كما أثبت علم النفس الحديث هناك حوادث وقعت في حالة صغر الإنسان الإنسان نسي الحادثة لكن أثر تلك الحادثة بقي شوف بعض الأحيان بعض الناس مثلا يخافون من أشياء ليست هي مخوفة يعني بعض الناس يخاف من القطة من البزونة يخاف من القطة لماذا تخاف من القطة يقول لا أعلم علم النفس الحديث وكذلك الطب النفسي يقول أن هذا له سبب وعادة يكون السببب في طفولته لعله كان مثلا عمره سنة أو أقل من سنة أو بهذه الحدود مثلا فرأى قطة وخاف الآن ناس الموقف ولكن الأثر اللي هو الخوف باقي هذا اللي بيان أن مسألة عالم الذر هي مسألة واضحة يعني حتى علميا يمكن إثبات ما تضمنته ما تضمنه عالم الذر لأن البعض ينكرون عالم الذر يقولون نحن نسينا الموقف فما هي الفائدة الجواب صحيح نسيت الموقف ولكن أثره وهي فطأ الفطرة ومعرفة الله سبحانه وتعالى موجودة حتى في الحديث نس الموقف لكن المعرفة تكون موجودة فإذن الله سبحانه وتعالى معرفته موجودة في جميع من البشر لكن الكثير يشركون ولكن الحجة تامة عليهم فإذن الظاهر في الإنسان هو البارز أما الظاهر في الله سبحانه وتعالى بمعنى أنه لا يخفى لا تخفى معرفته على أي أحد وأيضا الله سبحانه وتعالى قادر على الأشياء لأن من معاني الظهور القدرة الله سبحانه وتعالى قادر على الأشياء وقدرته ليست من سنة قدرتنا هو قادر ونحن قادرون لكن قدرته هي القدرة بالذات وقدرتنا قدرة بالعرض قدرة الخالق والمخلوق فالمعنى أيضا مختلف فلذا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول أما الظاهر فليس من أجل أنه على الأشياء بركوب فوقها بركوب فوقها حيث أنه إنما يكون عالي يكون بارز للجميع الآن المتكلم يصعد على المنبر أو على المنصة أو في مكان مرتفع لماذا لكي يراه كل أحد يكون بارزا للجميع ليس من أجل أنه على الأشياء بركوب فوقها وقعود عليها يعني على الأشياء وتسنم لذراها ارتفاعها يعني لأن الشيء كلما يكون مرتفعا أكثر يكون أظهر للناس ولكن ذلك لقهره وغلبته ولغلبته الأشياء وقدرته عليها كقول الرجل ظهرت على أعدائي وأظهرني الله على خصمي هذا من معاني الظهور تقول ظهرت على أعدائي كما في هذه الآية الشريفة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذم طبعاً 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 هنا الظهور استعمل فينا وفي الله سبحانه وتعالى بمعنى القدرة لكن القدرة تختلف ليس المعنى واحداً قدرتان فهكذا ظهور الله على الأشياء هذا المعنى الأول المعنى الآخر ووجه آخر أنه الظاهر لمن أراده ولا يخفى عليه شيء الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء وهو ظاهر لكل من أراده هذا ولا يخفى عليه شيء هذا من تتمة الكلام يعني كما أنه ظاهر لكل الأشياء هو عالم بكل الأشياء لأنه بعض الأحيان النسبة تكون من طرف واحد أنا أعلم بشخص وهو لا يعلم به الآن مثلاً أفرض واضعين في بعض الأماكن الكاميرا الخفية مراقبة فذلك اللي جالس خلف الشاشة يعلم بهذا الذي يراقبه وهذا المراقب لا يعلم الله سبحانه وتعالى كل أحداً بفطرته وبعقله يدرك وجود الله سبحانه وتعالى والله عالم بكل شيء لا يخفى عليه شيء لا يعزب عنه شيء أنه الظاهر لمن أراده ولا يخفى عليه شيء وأنه مدبر لكل ما برأ فأي ظاهر أظهر وأوضح من الله تبارك وتعالى كل مكان تتوجه إليه ترى آثار صنع الله سبحانه وتعالى كما في الآية سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أَوَلَمْ يَكْفِبْ رَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ هذا كلام الإمام تفسير لهذه الآية يعني من الجانبين الله شهيد على كل شيء والناس أيضاً يرون آيات الله في كل شيء سنريهم آياتنا في الآفاق الآفاق يعني السماوات وكلمة الأفق المنطقة التي بالبصر تجدها تتصل السماء بالأرض لأن الأرض كروية وخطأ الباصرة هكذا يظهر للإنسان أنت قف في مكان مستوي في صحراء مد بصرك تجد السماء التسقت بالأرض هكذا هذا يسمى الأفق ثم بعد ذلك الكلمة عممت لكل قطعة من الأرض الآفاق قطع الأرض وكذلك قطع السماء سنريهم آياتنا في الآفاق سواء في الأرض أو في السماء أنت تجد عظيم صنع الله سبحانه وتعالى في كل شيء وفي أنفسهم الإنسان أيضاً حينما يلتفت إلى نفسه يجد هذا الجسم الذي هو بظاهره عادي يتضمن الأعاجيب بحيث أنه يتحير فيها علماء العلم الحديث في كل مجال من مجالات الإنسان سنريهم آياتنا في الآفاق هذا من جهتهم أما من جهة الله أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد يشهد على كل شيء كذلك الإمام هنا يقول إنه الظاهر لمن أراده ولا يخفى عليه شيء هذا تفسير الآية كما أن كل الأشياء تعرف الله سبحانه وتعالى كذلك الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء طبعاً سنخ علم الله سبحانه وتعالى يختلف عن معرفة المخلوقات كما أشرنا إليه في الماضي والله سبحانه وتعالى مدبر لكل شيء لأنك لا تعدم صنعة لأنك لا تعدم صنعته حيث ما توجهت وفيك آثاره ما يغنيك يعني إذا أنت تلتفت إلى نفسك هذا يكفيك في أن تذعن بوجود الله سبحانه وتعالى والظاهر مننا البارز بنفسه المعلوم بحده حدود لأن الجسم محدود فحينما تراه بحده يظهر لك ذلك الشيء فقد جمعنا الإسم ولم يجمعنا المعنى هذا بالنسبة إلى الظاهر هو الأول والآخر والظاهر ثم بعد ذلك ننتقل إلى لفظة أخرى وهي الباطن والباطن هو الأول والآخر والظاهر والباطن الباطن فينا بأي معنى الدخول في داخل شيء الإنسان يدخل في غار يدخل في جحر يدخل في بيت يغور في شيء هذا يكون الباطن أما في الله سبحانه وتعالى ليس بهذا المعنى ليس بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يدخل في شيء لأن الله خالق ولا يعقل أن يحيط المخلوق بالخالق أشرنا فيما مضى أن الذين يقولون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا مثلا في ليلة الجمعة ويحملون هذه الرواية بمعناها الحقيقي هذا معناها أن الدنيا تكون أكبر من الله والعياذ بالله لأن السماء الأولى احتوت عليه وهذا يستلزم إحاطة المخلوق بالخالق مضافا إلى استلزامه إلى التجسيم وإلى الحركة وكل ذلك مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى كما بيناه فيما مضى فإذن الباطن في الله سبحانه وتعالى إنما هو بمعنى نفوذ علمه في كل شيء حقائق كل الأشياء معلومة لديه قبل أن يخلقها وبعد أن خلقها عالم إذ لا معلوم فالباطن بمعنى نفوذ علمه في كل شيء وأما الباطن فليس على معنى الاستبطان للأشياء بأن يغور فيها يدخل فيها إحنا نسمي الغار لماذا نسميه غار لأنه ثقف في الجبل داخل في الجبل الماء حينما ماء البير حينما يجوف يغور في الأرض يعني ينزل في الأرض ولكن ذلك منه على استبطانه للأشياء علما وحفظا وتدبيرا الله سبحانه وتعالى لا يعلم باطن الأشياء يحفظها يدبر أمورها والباطن مننا الغائب في الشيء المستتر وقد جمعنا الإسم واختلف المعنى هذا بالنسبة إلى الباطن وأما الصفة الأخيرة التي يبينها الإمام عليه الصلاة والسلام الإمام الرضا في أنه اللفظ الواحد أطلق على الله وأطلق على غير الله بدون أن يكون هناك تشبيه ولا تشريك لاختلاف المعنى كلمة القاهر القاهر يعني المتغلب على الشيء زين الإنسان أيضا قد يكون قاهرا وإنا فوقهم قاهرون قال فرعون بالنسبة إلى بني إسرائيل قالوا وإنا فوقهم قاهرون الله سبحانه وتعالى هو القاهر هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير لكن الفرق جوهري لذلك لم يكن هناك تشبيه ولا تشريك الفرق الجوهري أن القاهر والغلب في الإنسان هذه بوسيلة الأدوات بوسيلة علاج نصب احتيال مدارات ماكر كما يقهر العباد بعضهم بعضا الإمام هنا عليه الصلاة والسلام يذكر العلاج العلاج هو بمعنى مزاولة الأشياء بالأعضاء أنا أرفع هذا الكتاب عالجته يعني عملت عملا بأعضائي مزاولت الشيء بسبب الأعضاء كما يقال مثلا يعالج سكرات الموت لماذا؟ لأنه يحرك يديه ورجليه قد يكون بالنصب النصب يعني التعب وقد يكون بالاحتيال الاحتيال بمعنى الحيلة الحيلة بمعنى علاج الأمر سواء كان بحق أو بباطل نعم استعمال الحيلة في اصطلاحنا أكثر شيء يكون في الباطل نقول احتالة أو حيال هذا في باطل نستعمله لكن هي الكلمة الحيلة في اللغة العربية بمعنى علاج الأمر سواء كان بحق أو كان بباطل قد يكون بسبب المدارات الإنسان يتغلب على الشيء يعني المدارات هي المعالجة بالرفق إذا الإنسان عالج الشيء بالرفق يسمى مدارات وأصله من الدور من المداورة لأن الإنسان حينما يريد أن يعالج شيئا بالرفق يداوره بين اليدين افرض جهاز في يدك في يدك هذا الجهاز مثلا فيه خلل مرة واحد بخرق يريد يتعامل مع هذا الجهاز مرة لا يداوره بين هذه اليد وتلك اليد إلى أن يصلح أمره هذه تسمى المدارات قد يكون قهر الإنسان بالمكر المكر هو العلاج الخفي سواء كان بحق أو بباطل نعم في إصطلاحنا يستعمل غالبا في الباطل فالفرق بين المكر والحيلة أن الحيلة معالجة الأمور ولو كانت تلك المعالجة معالجة مكشوفة وظاهرة وواضحة أما المكر العلاج الخفي من حيث يخفى على أكثر الناس نحن هكذا نقهر الأشياء باليدين بالتعب بالاحتيال بالمدارات بالمكر كما يقهر العباد بعضهم بعضا هذا أولا ثم القاهر في الناس يتغير واحد يكون قاهر ثم يكون مقهور كما نشاهد بعض الأحيان بعض الحكام هو حاكم والمعارضة في السجن ثم تصبح ثورة شعبية يصير الأمر بالعكس المعارضة تتسنم الكراسي وهي تكون القاهرة والحاكم السابق الذي كان قاهر يصير مقهور فقهرهم أمر عرضي يزول يتغير ولذا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول والمقهور منهم يعود قاهرا والقاهر يعود مقهورا لكن بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى معنى القاهر في الله سبحانه وتعالى هو أنه متجبر على الكون كل الجبار من صفات الله سبحانه وتعالى الجميع مجبورون بإرادته إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الجميع مجبورون على ذلك فهو الجبار وكل شيء تحت هيمنته وتحت قيموميته وتحت قدرته وهذه بالذات ليست بالعرض بالنسبة للناس كان بالعرض لذا القاهر يصير مقهور لكن الله سبحانه وتعالى قهره ذاتي فلذلك يستحيل أن يتحول القاهر فيه إلى مقهور ولكن ذلك من الله تبارك وتعالى على أن جميع ما خلق ملبس به الذل فاعله كلها خاضع لله سبحانه وتعالى دليل له يعني خاضع لإرادته لكن من نسبة إلى الناس ليس هكذا الله سبحانه وتعالى جميع الكون مقهور له وقلة الامتناع لما أراد يعني عدم الامتناع لما أراد إذا الله سبحانه وتعالى أراد شيئا يتحاقق ذلك الشيء بعكس القاهرون بعكس القاهرين في الناس كثير من الأحيان الحكام الظلمة يريدون شيئا لا يتمكنون من الوصول إليه لم يخرج منه طرفة عين يعني قاهر الله سبحانه وتعالى على الوجود هذا بشكل دائم ليس كما زعمت اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة يتصورون أن الله سبحانه وتعالى علم محدثة وليست علم مبقية هذا زعمهم الباطل لكن الله سبحانه وتعالى فاعل بالاختيار وفيض الوجود باستمرار يعني لا أن الله خلق وانتهى الأمر كلا استمرار الوجود هذا فيض من الله سبحانه وتعالى بحيث لو قطع الله سبحانه وتعالى الفيض لحظة انقلب كل الوجود إلى عدم لأن الأشياء ليست لها قابلية للوجود إلا بإفاظة الوجود المستمر من الله سبحانه وتعالى ولذلك الله سبحانه وتعالى حينما يرث الأرض ومن عليها قبل يوم القيامة هناك يفني الأشياء كلها كل شيء هالك إلا وجهه يفنيها ثم يعيدها وأما ما يقوله بعض المتكلمين والفلاسفة من استحالة إعادة المعدوم فهذا أمر منظور فيه وفيه إشكال والتفصيل في الكتب الكلامية لم يخرج منه طرفة عين بل أن يقول له كن فيكون أما القاهر مننا كما ذكرت فقد جمعنا الإسم واختلف المعنى المعنى مختلف اللافظة واحد فلا يكون هناك شباهة وشركة بعدين الإمام يقول أنا بيّنت لك القاعدة وذكرت لك مجموعة من الأمثلة هكذا صائر صفات الله سبحانه وتعالى صائر صفات الله التي أطلقت على الله وأطلقت على المخلوق مثل أفرث كلمة الملك ملوك الدنيا إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها ملوك الدنيا ملكهم عرضي زائل لكن ملك الله سبحانه وتعالى ذاتي بالذات الله سبحانه وتعالى هو الملك وهكذا بقية الصفات وهكذا جميع الأسماء وإن كنا لم نستجمعها كلها يعني لم نذكر لك كل تلك الصفات واحدة واحدة ولكن بيّنا لك القاعدة وضربنا لك المثل لذلك فاعلم أن هناك ليست شركة ولا شباهة فقد يكتفي الاعتبار بما ألقينا إليك أن إذا واحد مو معاند وإلى عقل تلقيه له الدليل الأول مع الأمثل يكفيه لكن إذا كان معاندا وإن يروا كل آية لا يؤمن ما يؤمن حتى يروا العذاب الأليم هذا معاند أكو واحد في عقله خلل إذا وصل إلى حد الجنون فهذا تكليف ساقط عننا أصلا لكن إذا إنسان كان عاقل وهذا الإنسان في الوقت نفسه لم يكن معاندا إذا أدرك الحق يقبل هذا الحق قد لا يكون يدركه لكن إذا تبين له وتقرب له ذلك ببعض الأمثلة يقبله بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يدعو والله عونك وعوننا في إرشادنا وتوفيقنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا معرفته وأن يوفقنا لاتباع آياته وحججه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر